المرة دي بقى جايب لك طريقتين تقدر تعمل بهم منهم وبشكل مجاني تماما مش كده وبس ده انا هعلمك ازاي تعمل وازاي كمان تقدر تحول التصميم اللي هتعمله لفيديو وبالمناسبة انا كنت شرح فيديوهين قبل كده لطريقتين كمان لعمل الصور ده غير ان انا في القناة هتلاقيني بقدم محتوى في الذكاء الاصطناعي في كل ما يخص استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي في انشاء المحتوى والربح منه كل ما عليك دوس لايك ولو انت مش مشترك في القناة هاشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان وصلك اشعار بكل فيديوهاتنا ويلا بينا نبدأ الفيديو ركز معايا ده جيت للشاتج بي تي وضفت له الصورة دي وقلت له حولها لي لستايل جبلي وفعلا حولها لي بالشكل ده عايز اقول لك ان انا استخدمت المجاني لو جيت ضغط هنا هيزهر لك هنا ويقول لي هنا فده معناه ان انا باستخدم النسخة المجانية وفعلا قدر ان هو يعمل لي الصورة بالشكل ده الموضوع ممكن يكون صدفة وممكن يكون بسبب حاجة انا عملتها وانا هعرفك ازاي ممكن تستخدم في عمل الصور لان انا عارف ان هو احسن تطبيق يقدر يحول لك الصور لستوديو جيبلي حتى الان بس قبل المبدأ كنت عايز اعرفك على موقع تقدر تستخدمه شكل مجاني في تحويل الصور لستايل ستوديو جيبلي الموقع اسمه جيبلي اي اي هسيب لك رابط الموقع في وصف الفيديو تقدر تدخل عليه من خلال الرابط اللي ظهر قدامك ده هيحول لك على الصفحة دي في الصفحة دي عايز اقول لك ان الموقع بيقدر يحول اي صورة لستايل ستوديو جيبلي بشكل مجاني تماما حتى هذه اللحظة ربما مستقبلا يكون مدفوعة كل ما عليك انك بتيجي هنا تحت في المستطيل ده بتروح على المربع الصغير ده اضغط عليه بعد كده بتتوجه للمكان اللي انت حاطت فيه الصور وبتبدأ ان انت تشوف الصور اللي انت عايز تحولها لستوديو جيبلي فلنفترض مسلا ان نختار صورة شبه دي نضغط على هيضف لك الصورة هنا بالشكل ده مهم جدا ان انت تتحكم في الابعاد بخاصة بالصورة ازي كانت الصورة مربعة وهي اصلا كانت مربعة فبنختار نسبة عرض مربعة لو كانت الصورة واسعة يعني عريضة نختار واسعة طويلة بنختار طويلة عشان لما تيجي تطلع معاك الصورة بعد كده تطلع كويسة وهاجي هنا هكتب باللغة العربية هقول له حول هذه الصورة لستايل استوديو جيبلي وبعد كده هضغط على التوليد فهيبدأ دلوقتي ان هو هيقوم بعملية تحول الصورة الى ستايل استوديو جيبلي هنا عمل لي التصميم بالشكل ده قدر قدر امكان هو يحول الصورة لستايل استوديو جيبلي مش بطلة لو عايزت تحميلها هتضغط على العلامة دي عشان تعمل لها تحميل تعالى نجرب صورة تانية هضغط تانية على المربع ده واختار مسلا صورة نفادي ونغط على بس المرة دي انا مش هكتب حول هذه الصورة لستايل استوديو جيبلي انا هختار شكل عشوائي وهو يكتب لي التفاصيل تعالى نجرب صورة تانية هنروح تانية على المربع ده وانا اختار صورة تانية مسلا اختار صورة نفادي واضغط على وهاجي هنا هكتب له المرة دي بس باللغة الانجليزية. قلت له وهبدأ تاني اضغط على توليد. هيبدأ دلوقتي ان هو يحول لي الصورة لستوديو جيبلي بالشكل ده. على ما يعمل الصورة عايز لو نزلت تحت معك هنا هو جايب لك بعض الصور اللي تم انشاءها باستخدام الموقع. بصراحة الصور معاملة بشكل كويس. هنا طبعا زي ما احنا شايفين فيه صور جميلة جدا. فهل هو ده موقع مناسب لانشاء التصميم? هنشوف دلوقتي لما نتأكد من التصميم اللي هيطلع معنا دلوقتي. هنا عمل نفادي بالشكل ده. هو عمل شوية تعدلات على الصورة وجاب ناس ما كانوش ظاهرين. ودخلك في اجواء اللعبة او الصورة الحقيقية للعبة. ولكن الصورة مش بطالة. برضو نقدر نعمل من خلال المربع دي او الدايرة دي. وتعمل للصورة. تعال بقى ليه المهم مع بالنسبة للشاجي بيتي عايز اقول لك ان انا جربت التاني ان انا اعمل صورة لنفادي واقدر ان هو يعمل هالي بالشكل ده. طبعا هنا معمولة بشكل كواس جدا باستخدام هو فيه خبرين. خبر حلو خبر مش حلو. خبر الحلو هو انك هتقدر انك تعمل الصورة بشكل مجاني باستخدام خبر الوحش انك مش هتعرف تعمل غير صورة واحدة بس يوميا. بس انت لو عايز تعمل اكتر من صورة انا هقول لك على حاجة كده في الاخر هتبقى ركاية بسيطة هتقدر من خلالها تعمل اكتر من صورة. وعشان شوقك اكتر عايز اقول لك كمان ان انا قدرت احول الصورة دي لموديل موبيت للشكل ده برضو مجانا باستخدام بس على بقى كده نبدأ خطوة خطوة هقول لك هتعمل ايه? فلنفترض ان انت ما عندكش ايميل على فانت اول حاجة هتعملها تدخل على جوجل وكتب في البحث وبعد كده هتضغط على الرابط اللي مكتوب في تشاتج بتيدي تقوم هيفتح معاك الصفحة دي. هنا اول مرة بتفتح الموقع بيزهر معاك بالشكل ده. هنا طبعا احنا مش مساجلين حساب. لازم نساجل حساب في الموقع. فهنضغط على العجة اسمها ساين اوب. هيجيب بعد كده يجيب لي الاختيارات اللي من خلالها واقدرنا نساجل حساب في الموقع. زي الايميل ادرس جوجل مايكروسوفت ابل. ده طبعا بيبقى اشتراك سريع ان انت بتضغط على جوجل فبيعمل لك ربط بالحساب على طول الخاص بك. او انك بتيجي هنا تضيف الايميل بتاعك. وبعد كده تضغط على انا هنا ادفط له ايميل جميل وبعد كده ضغط على هيحولني بعد كده على الصفحة دي هيطلب مني الباسورد. هكتب الباسورد ايا كان وبعد كده اسجل دخولي. كتبت الباسورد وهضغط دلوقتي على هيبعت لك كود على الايميل بتاعك لازم تجيب الكود وتكتبه هنا. وبعد ما تجيب الكود هتيجي هنا تضيفه بالشكل ده. وبعد كده تضغط على تلقائيا هنا هيجي يقول لك اكتب الاسم بتاعك. وهيجي هنا يقول لك اكتب تاريخ الملد اكتب اي تاريخ. وبعد كده اضغط على على طول هنا هيفتح معك هنا الحساب بالشكل ده وهيبعت لك هنا كمان رسالة ترحيب. طبعا تقدر تغير الواجهة الرئيسية من اللون الابيض اللي ورحت على الاعدادات دي. اضغط على اختار هنا من خلاها بشكلها احسن. وبعد كده ممكن نجي بقى نفتح هنا او دردشة جديدة. بيظهر عندك تحت المستطيل ده اللي فيه بتقدر تضيف الاوامر اللي انت عايزها. هاجي هنا اعمل هيظهر معي بالشكل ده. واضغط على علامة الزائد. واضغط على بعد كده هيجي هنا يقول لي اختار الصورة اللي انت عايز تضيفها للي هاختار مسلا صورة النظر واضغط على وهاجي هنا هضيف له الامر ده. قلت له هنا كونفرت ديس ايمج تو ستودي جيبل ستايل ريزوليوشن الف سمعة وعشرين الف وتمانين. وده عشان يكون البعد بتاع الصورة عريض. لو هيقدر ان هو ينفذ ده بالشكل المجاني هيبقى تمام. لو مش في الشكل المجاني بيعمل الصورة مربعة يبقى الصورة ديت هتطلع مع عنا مربعة فقط. هنجي بها كده نضغط على ارسال. ودلوقتي تعالي نشوف هل هيقدر ينفذ لنا اللي احنا عايزيني ولا لا. عشان اكد عليك احنا بنستخدم هنا النسخة المجانية بحساب جديد اللي لسه عامله حالا. هو دلوقتي هيعمل الصورة بالشكل ده. فعلا هنا هقدر ان هو يعملنا الصورة بنفس البعد اللي انا كتبته. هنضغط على الصورة هتفتح معك بالشكل ده. الصورة معمولة بشكل احترافي جدا. مش محتاجين اي حاجة او اي تعديل. كل ما عليك ان انت دلوقتي بتروح تعمل تحميل للصورة. لو المتاح لنا ان احنا نعمل صورة تانية تعالى كده نجرب. هو المفروض بيعمل الصورة يوميا بس. هل عشان ده الحساب الجديد ممكن يدينا مرة كمان تعالى كده نجرب. هجي هنا اضغط على الزائد. واضغط على واختار صورة تانية. مسلا هختار الصورة دي. هختار صورة عبدالغافور البراي مع زوجته دي. ونضغط على ونجي هنا. نكتب الامر بس هنغير الامر المراتي. هنقول له نفس الكلام كده. الصورة كده كده مربعة فمش هعدل عليها. وهضغط على ارسال. تعالى كده نشوف هينفذ ولا لأ. اعتقد ان هو ممكن ينافذ الصورة. صراحة حتى زي اللحظة ما مش عارف. اه هنا قال لي ان هو مش هيقدر يعمل لان هو بتاعنا مش متاح. عملت حساب جديد على بتي عشان اجرب معاكو الطريقة. وعايز اقول لك انك لو عملت اكتر من حسابي على بتي هتقدر تعمل اكبر عدد ممكن من الصور. يعني مثلا لو عندك خمس حسابات هتعمل خمس صور يوميا. وهيبقى كويس جدا. اجي حد يقول لي انا عشان اعمل حساب على فانا محتاج يكون عندي حسابات جيميل. ومش هقدر اعمل حسابات جيميل كتير عشان بيبقى محتاج موبايل وكده. الفكرة ان انت لو تقدر تعمل حسابات جيميل من الموبايل. من غير ما تسجل رقم. وبعد كده تقدر تفتحها على الويب. دي الطريقة المتاح. انا هنا عملت حساب واجي هنا بعد ما عملت الحساب هتضغط على بلاس واجيب صورة. هختار الصورة دي اللي هم ظهرين فيها هم الاتنين ونضغط على او بتجيب اي صورة انت عايزها. وهتجي هنا في هتكتب الامر ده بعد ما حمله الصورة هنضغط على ارسال. اتمنى ان هو يعمل لي تصميم عشان لو ما عملش هزعل بصراحة. وانا فعلا عملته في تصميم تاني قبل كده. فرود الوقت ان هو هيبدأ عملية التصميم. زهر عند مربع الصورة اهو. هل هيعمله بشكل كويس? ده اللي هنشوف مع بعض الوقت. ودي كانت النتيجة. عمل هنا التصميم بالشكل الجميل ده. نقدر طبعا نعمل للتصميم لو ضغطنا على المربع ده هيعمل لك للتصميم. تصميم حلو قوي بصراحة. طب ما تجي بقى كده عامل معك كمان واجيب كده وعرفك ازي ان انت ممكن تحول الصورة دي الفيديو. اه ما وفي ناس دلوقتي شفناها بتعمل صور شبادي وتحول لها الفيديوهات تركبها على غاني مش عارف ايه. تعمل اي حاجة. تعالا اقول لك ازاي. اول حاجة هتعملها هتدخل على جوجل هتكتب في البحس هلو اي اي هسيب لك رابط الموقع في وصف الفيديو. هنضغط على الرابط الاولاني ده ده بتاعه. اضغط عليه بالشكل ده. هيحول لك على الصفحة دي. بعد ما تسجل حساب في الموقع بنفس الطريق اللي بنسجل بها هنروح على حاجة اسمها فيديو. اضغط على فيديو. هيجيب لك هنا خانة فيها حاجة اسمها فيديو. اضغط في المربع ده. هيبدأ اقول لك هات الصورة انت عايز تحركه. فانا مسلا هتجيبه الصورة دي. واضغط على هيجي هنا هيضف له الصورة بالشكل ده. محتاج هنا ان انت تضيف الكلام اللي انت محتاج توصفه. بس قبل ما نضيف الكلام عايز اقول لك ان انت عندك هنا في اكتر من موديل. اختار موديل يكون مسلا احسن في التحريك. ده بيبقى فيه حركة اكتر شوية ممكن يعمل زوم ان زوم قوت. فانا ممكن اختاره بس لو هختاره ممكن اختاره مع الكاميرا. بحس يبقى هو المشهد واضح معي. لما تجي هنا بتختار حاجة اسمها لغط على العلامة دي فبيجيب لك هنا المكان ده. في حاجة اسمها سليماتيك شوتس. فانت بتبدأ تشوف ايه هيكون مناسب معك في التصوير يعني بتشوف هنا لو عايز مشهد معين. فاحنا ممكن مسلا نختار مسلا حاجة شبه ده كده. بس انا مش عايز بفيه حركة كتير. وبعد كده حاجة هنا اكتب اي تفصيل انا عايز اكتب ايه? عايز اقول له. ان ان انا محتاج ان الشخص اللي ورا ده بيتكلم مع الشخص اللي قدام ده. انا كنت بسرعة مجاهز ترجمته وبيتشاتج بتي. وهضيفه هنا بالشكل ده. ان الشخص ده بيتكلم مع الشخص ده. وبعد كده هضغط على العلامة دي. على طول هيبدأ عملية الانشاء. هيظهر هنا دلوقتي هو بيعمل لي انشاء للفيديو. مجرد ما يخلص هيظهر معك بالشكل ده. هنا الفيديو دي خلص معاية على كده نضغط عليه ونشوف. الفيديو بدأ كده وهو بيتكلم مع ابنه وبيبصول ابنه بالشكل ده. الفيديو جامد جدا وجودة الفيديو حلوة جدا بصراحة يعني. بصراحة انا مناشيتكم بالتجربة الجميلة جدا دي والله كل ده انا عامله بشكل مجاني تماما ما دفعتش فيه جنيه. عشان انا عارف ان انا هاخد انتقادات كتير وعارف الناس هتقول انت طاولت اقوى في الكلام. انا بقى لي تقريبا ثلاث ساعة عامل بعمل الفيديو ده. فيا ريت ان انت تعذروني. واتمانة تكون استفدت من الفيديو. طبعا الفيديو ده تقدر تحمله لو ضغطت على العلامة دي. ولو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتسيب لي رايك في تعليق. لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل الجرس عشان يوصلك اشهار بكل فيديوهاتنا. وفي النهاية السلام عليكم.